السلام عليكم. عادي نتعرفو في هاد الو اي بي تي والي انا المدرسة الوطنية للفلاحة بيمكنس. اختصار دياله بفرنسية هو الانام يعني ايكول ناسيونات تاكريكوشير دومكنس. اا ما نتعرفو على اا ما نحفوش شنه هاد الو درسة وشحال ااا المدرسة التي نتعرفو فيها وشنه انتك تكون مباراة ديالها وشنه وما شونه دي خصي تتوفر فيها لا بس ان تفعل هذا المبارا حادي. هذا الشي كان ما نعرفوه دائما الناصحات التي نعطيكم اسقاش تدوز الفيديو شوف الفيديو كامل ما تخسر والوصب الثقافة التقاية عدي المعلومات ديالك. ستدوز سلك تدوز بها معلومات مهمة. وكنتمنى انك تشترك فلاشين باش دائما توصل بدنا ديالي فيديو كديرك تبارتاجين الزملاع ديالك اللي تقرأ معك. ومدرسة الوطنية الفلاحة بين الناس اللي هنا اذن ما بينا جنب اسمية ديالها تكون مدرسة الوطنية الفلاحة مهندسية دولة زراعيين مؤهري للعمل في مختلفة لكاتاعات الفلاحية والزراعية. اذا كانت تتخرجج مهندسة ديالي الفلاحة والزراع. الشحال كاتتخرج مدرسة كاتتخلي بتعبيت الحال بالباكالورية. وكاتتقرأ خمس سنوات وكاتتخرج مهندسة دولة اللي حسد تخصص ديالك. كيني الاسلك اخرى كي يدروا فيها لاناستار وكيدروا فيها لاناستار تخصيص كديرك شهرش الدكتورة. كي يدروا بالدوق اولا بالليسونس. احنا ما كنا ننشل هدو كنا ننظرو فقط مع الناس اللي كي يكتلو بالباكالورية كي ما كديكم كاتتخلو باكات ترخم السنوات. كينا السنة الاولى كاتتسنة بحلي كان ولولي كلاس بريبا. كنت سنة السنوات الثلاثة الاخرى انتا كتتفصص فيها. هدو ما التخصص اللي كينين. اه متلا كين زراعات الاشجار المثمرة. اهندسة الاقتصاد الزراعي. اهندسة التنمية الانتاج الحيواني والغاية حيماية النباتة والميء اه ولو ما تحبانيات الانتاج النباتي. طبق حال انت فاشكتكم قريتي العامل اللي ولا ارأتي بل لكن ما صار ديالك. اللي غادي تمشي فيه وكل من هدونا هما يعني تخصصات مطلوبة مفوضة الزراع. السوف المغرب. السواء الخارج من العلم. اذا ما اه ديبوم اه مزيئ. اه مزيئ. اه مزيئ. ديبوم اه مزيئ. ديبوم اه مزيئ. شنومان شروب اه الترشيح. موضوع ذلك. اه اول حاجة خاصة لها مرضيالك. ما يفوتش 23 سانه. اه كم معنومات. اه اه او اخير تشوفو. انا ابي لكم 23 عي في 23 عي في 23 عي في 23 عي في هذه معلومات ديال العلمي في دابان عكا. حيث لكم كل ما زال ما غادش يتلوصة انا عكا. اشتح لكم دابان معنوات. اه باش تاخذو فكرة. هتكون لكم 23 عي في السانه وتكون مواخد لباك في الفين وعبا عشرين. اذن هذه المترسك تبدي فقط ونحن نشاهد للناس الجديد من هذه أجل تأتي من السنة فقط وكيف تكون النقطة لن تتبع الماضي نقطة انتحان الوطني النقطة التي تأتي في انتحان الوطني لن نجح لك نقطة تتبع الماضي تتبع بها مع الزمالة التي تتعى نفس هذه المدرسائد ما هو أن الباكالوريا التي تقبلها؟ علمهم حيث على الأرض، علم الأرض، علم الفيزيائي، علم الزراعية، وباكالوريا المهنية، التي تحصل على الجيسون للزيكس بلوطن سوء على الكريكون. كيف ترشح هذه الدراسة؟ ترشح بحالة حاجة من المداليس، دبا مع تلك التكنولوجيا والتعني على كل شيء، أي جميع المداليس كنتم، هنا في السيطة لا تستجع نجمع شيء أو شيء، لن يتعرف على أجل المداليس، تجريسي لهم 100 تلهم، بحيث تسمى المصاريات للدراسة الميلة، فهذه الممومتر، تجريسيها، و تصور جلوسي، و تضيفهم في السيطة، عندما تعمل، سوف نحصل على هذا الشيط، حتى يبدأ التسجل، و سوف نعرض لكم الطريقة التسجيل. انتا كيف تخرج إلى الكونكورج، في الخامة شهر ستة، في محلة العام، كانت أخرى عجل و عشر سباة، كانت أخرج في الخامة شهر ستة، إذن، ولكن بدك شي تكون طويل والوقت قصير إلا بتاعك تفكر في السؤال عفص بأنك رأك كليتي الوقت للسؤال اللي يمورها إلا خصك تشوف السؤال جواب ديريك إلا بتاعك تفكر صافي راكباتي ودائما نحاولو أنكم تقلبوا على النماذج للنبارك للسنوات اللي في بايتها باش تقدموه وتاخدو فكرة وان شاء الله فاشو غادي بدا الترسيح رغم لكم طالبات التجين من غير تيامر كما سنقولو للإستيناس ويستاع طالبات التجين من دابا هذه المنوات اللي كتشوفون هتقوموا في صندوق المواصف رابطة التسجيل هتنزل فيهم هات المنوات اللي كتابة و هتنزل التحت بحلقة و هتقوموا في الفيديو و هاتي ريديو و هاتي ريديو و هاتي ريديو و هاتي ريديو اللي عملي فات و راح تلقى بحلقة دي العم الاربع سنو نحن فتبدأي من الفات اللي طالبات سألن نفس طريقة للسيارة ما مكتف تهلش نفسها النيس بو تتعبوا شيء من دراسة أخرى اه من مرهد لنا خلوا لنا فليكم موطير و نوريكم ان شاء الله